يبدو أن برودة التقسي خارج مبنى المفاوضات النووية في فيينا انعكست على أجواء التفاوض هناك جولة سابعة اجتماع تلو الآخر والمحصلة لا تقدم يذكر سوى مزيد من التضارب في التصريحات ففي ظل تأكيدات عن موافقة الوفد الإيراني على التفاوض انطلاقا من آخر ما تم التوصل إليه بين المفاوضين في الجولة السادسة يأتي كبير المفاوضين الإيرانيين على النقيض تماما محاولا إثبات الجدية وحسن النوايا وهي الإشارة ذاتها التي ألمح إليها الرئيس الإيراني والذي ربط إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في حال اتسم الطرف الآخر بالجدية والجدية هذه لطالما تم ترديدها مرات ومرات فالدول الغربية تتهم إيران بطرح مطالب جديدة والتراجع عن حلول وسط تم التوصل إليها خلال الجولات الستة الماضية وهو الأمر الذي أدى لتوقف المحادثات الحالية لالتقاط الأنفاس بعيد مطالبات تقدم بها الوفد الإيراني مطالبات وصفها الأوروبيون والأمريكيون بأنها تقوض مبدأ التفاوض وتحمل تراجعا كبيرا عما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة إذا لم تتمكن الدبلوماسية من المضي قدما في المسار الصحيح قريبا وإذا استمر برنامج إيران النووي في التسارع فلن يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ إجراءات إضافية أمريكا التي ترى أن هناك فرصة للمسار الدبلوماسي تؤكد بالمقابل أن كل الخيارات متاحة حال فشل هذا المسار إيران التي تعاني داخليا من وضع اقتصادي صعب إذ بلغت دين العام خمسين في المئة من الناتج المحلي في ظل ارتفاع معدلات التضخم تضع عينا على العقوبات المفروضة عليها وأخرى على برنامجها النووي لتجد نفسها في مواجهة سيناريوهات أحلى همر في انتظار ما ستنتهي عليه جولة المفاوضات هذه عصام عبد السلام العربية